تطورات جديدة تشهدها محافظة الجوف بعد استهداف الميليشيا بصاروخ باليستي مقر المجمع الحكومي في مديرية الحزم مركز المحافظة أثناء تواجد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء من الوائل وقيادات عسكرية أخرى الاستهداف الذي أدى إلى سقوط ضحايا خلف أيضا أضرارا كبيرة في المجمع الحكومي سعت من خلاله الميليشيا إلى تعويض خسارتها على الأرض خلال اليومين الماضيين بعد إعلان الجيش الوطني فرض طوق على معسكر حام الواقع في مديرية المتون بعد معارك عنيفة مع الميليشيا وعلى بعد كيلو مترات من معسكر حام كانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت إحكام سيطرتها على سلسلة جبال الطلعة وموقع الربطة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا ما أدى إلى مقتل العشرات من بينهم قيادي يكن بأبو مالك وفق ما أكده الناطق الرسمي للجيش في المحافظة عبدالله الأشرف التقدم الجديد الذي يحرزه الجيش سيمكنه من السيطرة النارية على المعسكر والتحكم في خط إمداده الوحيد من سوق الاثنين والذي يعد بوابة رئيسية لدخول الجيش الوطني إلى مديرية حرث سفيان أولى مديريات محافظة عمران مديريات محافظة عبدالله الأشرف